بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أي زي الطلبة والطالبة الطلاب الصف الأول السنة وإن شاء الله النهاردة معنا General Exercises on Language or on Grammar Unit 3 يعني أسئلة القواعد على Unit 3 ولكن دايماً كلنا البداية مع بعض اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بالنسبة عندنا لكوشن نومبر 1 مانجر اللي هو الموديل يعني أنت مش في المكتب بتاعك قال له أنا آسف طبعاً هنا يعني أنا زهب طبعاً هنا هاف جن معناها زهباً ولم يعد فطبعاً هنا هاف جن يعني زهب يعني هو غير موجود يبقى مفروض هاف جن أمير lives in Canada so I haven't seen him is based the age of 10 طبعاً هنا مضارع تام وعندنا the age of 10 يبقى since the age of 10 since يعني منذ بيجي معاها بداية المدة الزمنية طبعاً هاف أو هاف وراء التصريف الثالث طبعاً ناصر with it so far طبعاً هنا ولكن أنا التقت بيها أكتر من 300 صورة حتى الآن so far طبعاً هنا but I already take طبعاً I have already taken طبعاً هنا يعتبر من علامات المضارع التام so far يبقى I have already taken كريم can't play football كريم ما يقدرش يلعب كرة قدم because he has broken his leg لأنه رجل قصرت طبعاً حدث بنا وما زالت آثاره موجودة مونة is in Cairo now مونة في القاهرة الآن she's based to Alex she has been to Alex يعني هي الوقت في القاهرة يبقى هي راحت ورجعت إيه؟ من الإسكندرية طبعاً has been معناها زهبة وعادة أما has gone معناها زهبة وما زالة هناك went and still there لكن has been معناها went and came back طبعاً هنا مدة زمنية أو المدة زمنية محددة بيجي معاه مدة زمنية محددة يخد بالنا إن نهايته جملة أصلاً ووجودة ماضي بسيط يبقى عندنا الجملة يبقى زمنها ماضي يعني أنا عملت المدة أربع ساعة أو خمس ساعات كل يوم الأسبوع الماضي فعندنا في النهاية يبقى الجملة ماضي بسيط طبعاً هنا يعني هل انت استمتعت اللي بيجي معاها مدة زمنية محددة طبعاً هنا هو زهب القاهرة أنها عضاً تظر الحد ما يعود مرة أخرى يبقى زهبة ولم يعد اليمين يبقى هنا هاز جن لكن هاز بين معناها زهبة وعادة كان موجود لكن دي زهبة طبعاً التصريف الثالث يبقى مضارعة تام وعندنا مدة زمنية محددة يبقى عارفين انه فور بيجي معاها مدة زمنية محددة يبقى هنا ليه عارفين انه سنس قبلها مضارعة تام وبعدها ماضي بسيط طبعاً هنا سنس يبقى عندنا مضارعة تام طبعاً هنا ليه عارفين انه هاز بالنسبة لكلمة بيكون في الجملة ما بين هاز والتصريف الثالث أو موقعهم في الجملة بيكون ما بين هاز والتصريف الثالث طبعاً هنا لأن السؤال فعل مساعد فعل فعل كامل مدة يعني يعمل في هذه الشركة منذ عشر سنوات ومقرر ان يتقاعد العام القادم طبعاً هنا حدث هو ما زال مستمر يبقى طبعاً هنا اختصار هاز وطبعاً هنا التصريف الثالث هل انت استمتعت بوقتك اليوم طبعاً هنا يعني أنا استمتعت بوقت جميل يبقى هل انت استمتعت يعني هل انت استمتعت يعني نكتست الامتحان وبحتفل به مع عائلتي طبعاً يبقى مضارع تام مضارع تام هاف ورهاز والتصريف الثالث طبعاً هنا عارفين يعني طبعاً هنا سنس بيجي مع مدة زمنية محددة ولكن المدة الزمنية المحددة بتصبق سنس عشان كده اسمها اللي هي المدة المحددة سنس ماضي بسيط ما فيش شيء شيق ليه قلنا هاس لأن عندنا يتعامل معاملة المفرد يبقى طبعاً يبقى الجملة منفية يبقى ووهبة الوهيد يعني غالباً ما تكونوا مع بعض طبعاً وهيد 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 ومحمد هنا هاف بين انهم جامع وهيد لكن لو مفرد نقول هاس وهيد ومحمد هاف ومحمد هاس بي هاف بي فرند هال لهم طول حياتهم they are يعني غالباً ما تكونوا مع بعض طبعاً هنا منذ أن كنا مع بعض في المدرسة تبليه ما ينفعش نقول هنا هاف بين لأن الفعل لا يوضع في الأزمنة المستمرة يبقى يعني احنا عرفنا بعضنا since we were at school طبعاً since مضارع بسيط مضارع تام قبلها ماضي بسيط بعد الماضي البسيط اللي هو we were they space in the garden for five hours now طبعاً هنا for five hours now يعني حتى الآن يبقى they have worked يعني هما بيعملوا they have been worked طبعاً هنا جمعنا دي بس فخط خطأ they have worked they have worked in the garden for five hours now it's space since we met it's it's اللي بيجمعها مدة محددة it's three weeks طبعاً كل الexpressions دول بيجو بعد since لكن it's مدة زمنية محددة it's three weeks what has happened to him since this morning طبعاً هنا بداية المدة زمنية بنقول since since this morning يعني منذ هذا الصباح since this morning مصطفى has been the club he is on his way there يعني مصطفى راح للنادي هو في طريق الآن طبعاً has to the club ولا has been to the club ولا has been in the club ولا has gone to the club ولا has gone in in the club طبعاً احنا قلنا ان عندنا has been to معناها زهبا وعادة وهاز وهاز gone to معناها زهبا ولو يميعود هو الوقت مصطفى راح النادي هو في الطريق هنا كيبق ايه has gone لكن هو عاد لا لسه يبقى has gone مصطفى has been the club he looks as if he has had a great time يعني يبدو ان هو اذا وقت جميل جداً هناك يبقى مصطفى has been to مصطفى has been to the club معناها زهبا وعادة مصطفى مصطفى has been to the club for three hours طبعاً عندنا فورة for three hours I wonder when he will return home انا بتعجب هو هيعود امتاً يبقى مصطفى has been to the club has been to the club for three hours ولا has been in the club طبعاً هنا has been in the club يعني مصطفى في النادي بقاله ثلاث ساعات I wonder انا بتسأل هيرجع امتاً هنا موجود اصلاً في المكان in the club I space Brazil in twenty fourteen طبعاً هنا انوى سنة ماضية يبقى ماضي بسيط I went to Brazil يبقى هنا ماضي بسيط I lost meet him he moved to a new house طبعاً I lost meet him when he moved ماضي بسيط ماضي بسيط يبقى win ماضي بسيط ماضي بسيط يبقى عندنا win My secretary is paid three emails today she will send the rest in a few minutes طبعاً السكرتارية ارسلت ثلاثة اميلات اليوم و she will send هتبعت الباقي in a few minutes طبعاً My secretary was sent has sent has been sent هاته طبعاً هنا has sent وجملة عادية جداً يعني هي ارسلت يبقى My secretary has sent طبعاً My grand father هنا has been L يعني كان مريض يعني طول العام المن طبعاً هنا the last زي for the last year فطبعاً هنا مضارع تام have you finished your homework you are very quick طبعاً هنا للاستحسان او للمبلغة في الكلام فنقول ايه already او بيدل على ان الفعل تم حدوثه او تأكيد حدوث الفعل I haven't been to Aswan since 2010 this means انا مرحتش Aswan منذ 2010 معناها I have been in Aswan I have been in Aswan since 2010 I have never been to Aswan انا عمره مرحت Aswan I was in Aswan in 2020 يعني هنا مرحش Aswan من 2020 معناها انه كان في Aswan 2020 يبقى هنا letter A letter C علي and his family have never traveled since منذ زوجه طبعا هنا معروف انه بيجي معها مدة زمنية او الاسم او الماضي البسيط تاني بيجي وراها مدة زمنية او بداية المدة زمنية واسم او ممكن يبقى عندنا اسم او ممكن يبقى ماضي بسيط ذا يبقى لكن لو شيلنا ذا اصبعت يبقى هنا حدوث الفعله هو مش بيسأل وبيستفسر عشان اقول له يات ولكن بيأكد حدوث الفعل يبقى هنا already يعني بالفعل يعني منذ ان لم تنته من عملك لن يسمح لك بالخروج طبعا يعني طبعا منذ ان لم تقوم بالفعل طبعا هنا يعني دائما طبعا هنا بيجو وراء ماضي بسيط انا لم اشعر باللص هو بيقتحم الحجرة طبعا هنا سنس بتساوي يعني منذ ان كنت مشغول في يبقى هنا سنس بتساوي يعني يعني ماضي مستمر انا في مدرسة سنوية بذكر انجليش لمدة عشر ساعات الان مضارع تام حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر يعني انا بعيش فيه منذ ثلاث سنوات طبعا ا بجمع او ه والتصريف التالت دا منزلي ا عشت فيه لمدة ثلاث سنوات طبعا طبعا يبقى ماضي بسيط يبقى الاشارة هتدل على الماضي اللي هو الماضي التام طبعا هنا قالك يبقى مضارع تام لكن that was that was my house يبقى ماضي تم I had lived طبعا طبعا لسه حالا واخد اسبرين يبقى داب يعني منذ لحظة اخذ اخذ الاسبرين طبعا هنا لتر دي امو منت اجو طبعا اجو بيبقى جملتها ماضي بسيط تبليك جملة القولة ما تنفعش لان جبلة اجو وجبلة معاها استيكن طبعا دي خطأ فمفروض عندنا اجو يبقى جملة زمانها ماضي بسيط يعني يعني على الاطلاق طبعا يعني لم تأكلها على الاطلاق انا عشت في المدينة دي معنا اننا ما زالت باعيش في المدينة لان المضرع التام حدث بلق وما زال مستمر لم اعد اعيش طبعا دي خطأ لان لو هي ماضي بسيط لو قال لنا اي لفت نعرف اي لفت انا بعيش في المدينة دي يعني انا دايما كنت باعيش في المدينة دي اي ستيل لف انا ما زالت باعيش فيها طبعا هنا اي ستيل لان حدث بدأ وما زال مستمر بالنسبة بالنسبة عندنا فل ان الفراغات يعني هنكمل الفراغات طبعا عندنا فل ان الفراغات انا انا فل فل انا وما زالت انا فل انا فل انا 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 بعمل. طبعا بعمل في هذه الشركة. طبعا منذ أن كان. طبعا وراها موضي بسيط. طبعا هنا فور. يعني مدة زمنية محددة. يعني بيتطلع إلى التقاط. سن التقاط. بعد ذلك لدينا كوشن نمبر تو. أو نمبر تو فيلن دي جاب. طبعا هنا. يبقى مفرور هنا. يعني آخر مرة أنا شفته فيها. يعني آآ طبعا هنا آآ زفاف أخته. يبقى يعني عندما حضرت. طبعا هنا وين كابيتل. لأنه بدايت الجملة. طبعا هنا إلا أصبحت آآ أو هو أصبح طبعا هنا. طبعا هنا. يبقى هنا نكتب الفاعل. بالفعل يعني already. يعني هو فعلا أصبح آآ عجوز. نجا عندنا آآ طبعا نجا عندنا نمبر سري. طبعا هنا أصبح آآ طبعا هنا. ممكن يجي معها آآ أو ممكن يجي بمอะ بسيط من غير آآ طبعا هنا ماضي اه اه ماضي بسيط وراه يبقى عندنا لان ابلاغ مضارعة يعني انا وصديق عمر كنا بنستمتع بالماسكر طبعا هنا تصريف ثلاثة يعني احنا كنا دايما بنستمتع اه بالماسكرات معنا يعني هنا يعني اخر مرة ممكن انا نقول يعني ذهبنا لماسكر طبعا هنا اه طبعا هنا من اللي بيجي معا في السؤال او من اللي بتيجي في السؤال طبعا هنا هاف يو ايفر هاف يو ايفر يعني هل انت ابدا هاف يو ايفر بينزل وطبعا نمبر وان عندنا هاف اه ومن هنا وصلنا للجزء الخاص بالستركتر او الجرامر اللي عندنا على يونت سري وانتظرونا مع باقي الاسئلة والسلام عليكم ورحمة الله معي الودع 210 موسيقى